عشق للفن كبير نجم طموح جدا 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 صوت مميز غنى مع الكبار غنى ديو مع انريك ايجليزياس هذا النجم يمتلك تكوين ايضا موسيقي ممتاز جدا هو صغير في العمر لكن كبير في تجربته ايضا الفنية لانه منذ الصغر وهو يغني بالاجنبي سواء بالفرنسي او بالانجليزي هذا النجم وهذا الفنان يعني عنده نظرة تاقبة لبعيد طموحاته لا محدودة هو تشوفه على المسرح يملك المسرح سواء بالعزف سواء بالغنى عرف كيفاش يلفت الانتباه من حيث حضوره ومشاركته في الديفويس الفرنسي وايضا اختيراته الغنائية مؤخرة في السنوات هذه الاخيرة كانت جدا موتازا هو الحمد لله حمد لله يعني انا حكيت حتى على الديفويس اللي باش نبدو بها تجربة هذية اللي كانت نقطة مهمة جدا في حياتك يعني غيرت حيات انتوني لكلها اكيد دفويس كانت تجربة كتير حلوة وكتير صعبة لانه كنت كتير صغير بالعمر كمان بس الحمد لله العالم سمعوني العالم حبوني العالم تابعوني بكل العالم انكلودين تونس يعني بتذكر في كتير عالم يبعتوا لي انا وبي دفويس عم يحضروا تأفا وكان اكسبرينس كتير كتير حلوة الحمد لله خذتها التجربة هذية يعني بامتياز ومن بعد بدأ الانتاج يعني بديت تنتج اغاني ودخلت ايضا في شركة يعني شركة الانتاج فاول انتاج بعد استر بعد دفويس واكيد برنامج استرات فاول اغنية انتجتها بعد هذا البروغرام اول اغنية مديت مع شركة انتاج اللي هي نيفورسل بفرنسا كنت مع لابال اسمه بوليدور وعملنا الابام بالفرنساوي اول غنية نزلت كانت اسمه سيتشينا رينافير بالفرنساوي حلوة كتير انا بحبها هذة الغنية كانت اول غنية من نزلها وجربنا فيها مثل اطلقنا الالبام بهذه الغنية وبعدين من بعدها نزل كازا غنية من نزلت الالبام اللي كان كله بالفرنساوي لانه كنت ماضي مع شركة انتاج بفرنسا نعم وهذه الشركة خاصة الانتاج يعني شركة كبيرة شركة عالمية ضم عديد النزوم يعني ممتاز ويعتبر انتوني توما محظوظ لانك موجود في الشركة هذية اكيد اكيد يونيفورسل هذا حلم لحياة لفنان بيغنى بالاجنبة ويونيفورسل انا بعدني مع يونيفورسل سيت مع يونيفورسل هلأ بي دوباي وإلي الشارع فيكون مع يونيفورسل اكيد بيضموا ارتست انا كنت بسمعهم من انا وصغير انا بحلم اتعرف عليهم وبحلم اشتغل معهم كمان بيانو موجود ولا لا ليلا بيانو موجود اكيد دايما موجود زياد دايما حاضر ان شاء الله ان شاء الله لانو الليلة حابين ان نسمعوا اللايف زيادة تكون بيحضورك معنا عبر موجة اذاعة التطوين حتى الناس استمتع الاغاني موجودين عندنا مشكور جدا طبعا انتوني لانو الاغاني هذو ما بش يبقوا بطبيعة في اذاعتنا ولكل الزملاء اكيد حتى نسمعه ديما انتوني ان شاء الله في برامجنا انتوني يعني رحلة ميامي ايضا كانت مهمة بالنسبة لك انتا خاصة تنفي تشجيل الديو مع envlv nhà ان رحلة على ميامي كان عندنا جدا كانا و Link Access انعني روز في زيادة او CONFL ان يتخبر حما religions كنت رعامي其 قíst وتجول على الأمر وكر印 في 1700 في في مدن زيادت كنت روز بك وكما اصابي عميامي من تجل الديو مع Heavy عماجerme إنه شخص عن جد رأى شخص متوادى شخص ساعدني كثيراً وعطينا نصايح بعدنا لتبعون بمسيحة الفنية إذا أستغلتك أتسمى لاتني بأيك لكي نسمعها الليلة لكي نسمعها الليلة لكي نسمعها الليلة لكي ندعو اللقاء فرنسي أو إنجليزي سأبدأ بالإنجليزي سأبدأ بالغنية مش إلي بس غنية كثير بحبه لأنه جاع بيلي سمعها أونتوني توما الليلة في لما على الأفم موسيقى 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 لكنها تنسى مع شخص آخر بيانو كلاسيك أول شيء عشر سنين بيانو كلاسيك بعدين أخذت بيانو جاز وعملت كتير بوب لحالة على البيانو وصار في يوتيوب وإنترنت صار كل شيء أهيا كمان نتعلمه نعم ولكن السؤال المطروح أنتوني علاش اخترت اللون الغربي على اللون العربي من أنا وصغير بسمع بالبيت العائلة كلها أمي وبي بيسمعوا أجنبه ربيت على مايكل جاكسون بلوز ريت شارلز تيفي ووندر بهايدي الموسيقى أنا أم بكبر فمن أنا وصغير بحب غني بالفرنسي وبالإنجليزي وصوتي كمان بيلبق للأجنب أكتر وكمان ما بعرف إذا لحظت ولا لا بس عندي لدغة بحكي بلهشتي كمان بتسعب لي شوية الأمور بالعربي فمشن هيك لهؤل الأسباب أنا بلاقي حالة بالأجنبه وبلاقي أنه مهم كتير الفنان يكون عم بيغني شي هو بيلاقي حاله فيه لا أزامنا لا يفعل أنهم لا يفعلون ما يفعلون calculus أولاد محった مح him أعجب Państو كأين ر longtime eniance لقد فليت أنت عزيج لينة و نحن مح شفيدا بات ذهور العربية إذا هل محاولين في دول العربية ودول العالم الكل ومسال اللين وفما أيضا خاصة الفنانين اللي غنوا غربي مطلوبين أكثر ممكن بدبي مطلوبين أيضا بأمريكا وأستراليا كندا وفرنسا وغيرها أيضا من الدول خليني مشيو شوية للعام هذا يا 2017 كيفاش كان بالنسبة لانتوني توما؟ 2017 كانت كتير كتير مهمة إلي لأننا مديت مع يونيفرسل في دوباي وبلشنا نشتغل على ألبومي الجديد اللي هو حكون أول ألبوم بالإنجليزة إلي نيفو دي بروديكشون عالي بكتير نسبة كتير عالية وأنا كتير كتير فخوري وإم براود بالأغاني الجديدة اللي عملنا هون نسى أول الأغاني سنة أول الأغاني سنة أول الأغاني أخذتنا. في نهاية أول الأغاني وبالتطرح قمت بغاني سنحوا أغاني بالتقون بأمي أنه تحقيق كانت جميع تعني أجرس لحين بأمي جهاز يملك قبل القوى ً أنا متكسرقًا ومفاتف من رокاص التي اتchesقون لا يمكنها من ر diferente طولها الحمد لل district سوف نسمعها الليلة بسب brush مع هذه الشركة المجيد حداد في لما على ال ÎFM مع المعنجوم العالم العربي برافو أنتوني برافو فعلان سرحنا مع الغنية سرحنا أيضا مع الأدام مع الموسيقى تخلي الواحد يحلم الغاز شكرا أنا جديد مرسي pour إليان يعني هي همزة الوصل بيوينك تحييه كبير لإليان إليان جد إليان فام extraordinaire يعني كالسحة أنتوني مع الغناء الغربي بين الإنجليزي والفرنسي أنا هو اللي تحبذ أكتر فرنسي أو أنغليه أحبب الأنغليه أكتر لسبب واحد اللي هو أنه سي إنترنشنال دونك أتراني أنه أنغليه العالم بيسمعوني بكل العالم بكل البلاد يعني دع طولي پيي يتوفر إيكوته يتوفر كمفران سوك أقول بأعتقد أنه بالإنجليز الكاتيبة بالإنجليزة تبع الكلمات تحيون ك demi أكتبه بالفرنسي ويستخدم عندما أنغليه كامل للإنجليزية لديه لديه ويستخدم لأنه لديه أنغليه لأنه أعتقد أنه أين ستيار كلها في أي دولة بالإمكانية أكتر وفي سيارة في في فرنسي في في كاند أهلا عم جارب بدبي كمان شوي العالم صيروا يعرفوني اكتر بفابيوري احغني بحفلة كتير كبيرة وحكون فيها وحكون فيها كيشا وحكون فيها عالم من الفن انترنشونال فاللي كمان بزيت الوقت بزيت الوقت الشارع فيكون على هذا الستاج مع هول الارتس اللي هنا بيعتبروا نعم اكبار اكيد نظوم اكبار في العالم وانتوني زيدا يحقلك انك تكون موجودة معاهم للنجاحات اللي عملتها انا نحسك هكا ماشي في مسيرة حلوة برشا 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 المسيرة هذية دقيق جدا يعني وحتى الشركة اللي معاك يعني انترنشونال عارفة عارفة انتوني وين تحطو تحديدا يعني فهمتني مش باس عارفة وين تحطنش شركة باس كمان عم توس افيا يمي فون كنفانس يمي لس فر سو كي جان وي دفر يمي لس كمان يمي لس طورة افيا يمي لس طورة افيا مي لحنا وانا كتبه فكمان غلون اكتب لرينة تبا يمي لن أعجب لكي جسر افيا إن ستكون قد يفكيرا أنهاني أكبر الإشتراكات Gas отсكتون فيك وتشترك كيف اليوم أونتوني تلحن تكتب تغني أو ترقص ترقص أفكار أفكار افكار أفكار أفكارا أفكار جزء الانسة أفكار بنسية التصوير كيف حت Chin أفكار بنسية أفكار بنسية أفكار بنسية باللهبنان واللهما أعرف على المشاهدة من كان للمشاهدة على المشاهدة ولمشاهدة كذلك وأتمنى وأتمنى للمشاهدة وفي أرسل الجماعة للرجمة ضمن تمت تمام وفي حالا ؟ URدي كنت ممتاز في اقترب العام الأساسي وغيرها من الدول كندا وفرنسا زادة عندنا جالية عربية كبيرة هناك اسم انتوني مطروح موجود حاليا نعرف انك انت تطمح نحو العالمية تحب تنجح تحب تحقق نجاحات كبيرة كما الموجودين في العالم الكل وهذا يجي بعد التعب يجي ايضا بالشركة الكبيرة كما الشركة اللي عندكم حاليا الشركة هذية ايضا خاصة بالحفلات الكبيرة لان الحفلات الكبيرة هي اللي توتيح المجال للفنان او النجم انه يوصل باكبر عدد ممكن تربحهم كجمهور بالنسبة لك انت خاصة الحفلات الكبيرة الحفلات الكبيرة كتير والحفلات الكبيرة تصير فيك تعمل حفلات كبيرة اكيد لازم اسمك يكون واصل وين مكان مثل ما انت قلت الجالية العربية موجودة بكل العالم الجالية العربية كما انت قلت بكل جيدة موجودة بالحفلات الكبيرة كما انت قلت بكل جيدة بالحفلات الكبيرة الاختيس دونك جيدة بالحفلات الكبيرة و اكيد واصلين لنا الحفل الكبيرة يواصلين لنا بكل العالم و اي كانت ويت ان شاء الله ان شاء الله انت تي مادوني اين بروميس و ان شاء الله البروميس الي الوعد هذي انك توفي بيه صحيح ولا لا انصري انك تزيني لتونس ان شاء الله بطلع على الهواء و سوى اه اكيد اكيد انا اي كانت ويت اجي ع تونس جي انا امي تونيزيان انفت ليلة بن خليفة تعرفت عليها بيه دانسيق وده ستارز بواجه للتحية و خبرتنا اصاس كتير كتير حلو عن تونس فا اي كانت ويتو كون بزيت يعني ان شاء الله قريبا نشوفوك في تونس ان شاء الله بإظن الله خلينا البكر شوية غنيت انجلي خلينا توا نسمو حاجة ان فرانسي على قل جي كمبران لفرانسي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بإه chip ترجمة نانسي قنقر 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 مع تونس أكيد أكيد بيجي على تونس وبعمل كونسير وبنبسط أكيد زور البلد كمان بإذن الله أنا بس نسمحة من عندنا الديو مع أنريك إجليزياس أنتوني تومة اللي لا في لما على الأفأام وتستمتعوا معنا مجيد حداد في لما على الأفأام مع نجوم العالم العربي هذا إبداع آخر إبداع عالمي هذا الديو أنتوني هل أنه ساعدك برشة ممكن للتعريف بك أكثر للشهرة أيضا الأعمال أخرى يعني شنو أضاف لك تحديدا أكيد هذا الديو أكيد صار العالم يعرفوني أكتر هيد الغنية لعبت كتير بي كندا وصلت على التوب تن بي كندا لأنه العالم حبوا هيدا المزيج بين الإنجليزي والفرنسيوي وأكيد هيدا نجم عالمي أنه إجليزي ففتح لي كتير بواب خصوصا أنه أنا في بارتي من الغنية أنا ملحنة بالنص بالفرنسيوي فهذا الشيء كمان خلال العالم يتعرفوا علي كملحن كمان مش بس كمغنى فأنا أنا غنية كتير بحبها وبعد بلعبها لليوم كتير على الفون على التليفون دونك أشباركم كمان أنت بحبيتوها أو كمكة جيد 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 هل تفكر في ديو آخر أم يؤجل الموضوع؟ الاسم لم يحدد بعد لا بعد ما قالنا الاسم نعم إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق هذا أهم حاجة إن شاء الله أيضا المسيرة هذية تكلل بالنجاح لأنه عرفت كيفاش تبدأ يعني يعني عرفت من أين تؤكل الكثير هذا المثل فجيد إنك تبدأ بداية قوية وتحافظ على الاستمرارية متاعك لأنه صحيح سهل إن الفنان ينجح لكن صعب إنه يحافظ على مكانته في السوق الفنية العربية أو العالمية كثير كثير مزبوط الحكي اللي هم تقوله أنا حمد لله مبلش مني وعنده جي ما فاميه عميه كي مسوتين جي مزاميه جي ما كوبين الحمد لله جي ما فاميه ومعسل دائما نمعك مسانداتك مساندتان مرسل 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 حسنا يا رب لنو دعم الوم دائمين يكون مهم جدا بالنسبة للنجوم رب يحفظهم إن شاء الله يا رب أنتوني إن شاء الله نشوفوك اللهم إن شاء الله أيضا في المهرجانات أيضا نأكد على نقطة مهمة جدا الميديا راي تلعب دور مهم وأحنا على نهاية سنة 2017 يعني مواقع تواصل الاجتماعي عندك الانستجرام عندك تويتر وغيرها 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 نشوفك أنا قوي فيهم يعني عندك جمهور كبيرة عليهم هذوما المواقع هذه تديرها أنت شخصيا ولا فما من ينوبك لا بس أنا شخصيا بديره للمواقع دائما أكيد بحب بكتير تواصل مع الفانز بحب بكتير تواصل مع العالم المتابعين والمهرجان بحب بحب بكتير تواصل مع الفانز بكتير تواصل مع المتابعين وايضا المعجبين والمعجبات هذا يندل على شيء يدل على تواضعك انت كنزم ثاني حاجة ما ثماش حاجز بينك و بين جمهورك تواصل مباشر ثالث حاجة واللي هي انا نعتبرها مهمة جدا هي شخصيت وكاركتير انتوني توما فانت يعني عندك اكل مرونة في التعامل عندك معنى هالفكريا مثقف يعني مساء الله متعلم لانه كل ما الواحد كي يتعلم اكتر كل ما يزيد ربي تواضع من عنده شكرا جزيلا 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 شكرا شكرا جزيلا 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 موسيقى موسيقى الله الله هذه نسمعوها ان شاء الله من بعد ان شاء الله في نهاية لقائنا باش نسمعوها كاملة بانضاء أنتوني توما أنتوني يعني مراهنة كبيرة من عندك انك تكتب اغانيك يعني بنفسك وايضا تلحن هل انه احيانا يجيك شوية نقد دي كريتيك اكيد بيجي نقد وانا بطلب العالم ينتقده اكيد دي كريتيك كونستركتيف اقدر اتعلم منه اقدر اتقدم من خلاله انا بحب اكتب لان انا جشو موجيشيان و واتقعد عالبيانو بيطلع ماي الحان لحدد هلأ مبسوط بهيد الميتود بزيت الوقت انا جشو كالكان دي اوپن ميند جشو اووار عادي زيدي دوتر ارتيست العالم ببعتولي اغاني في مرات بغنى اغاني مش انا ملحنة ومش انا كتبها مش دايما انا بكتبون بس لانه انا جشو موجيشيان واتقعد عالبيانو بيطلع ماي بحب سجلون بحب العالم يسمعون لانه سا ر Alej mob ما أشعر في هذا الموقع ترجم في إحساسك أنت في اللحظة هذيك وأنت تعزف صح هذا هو أنتوني بعيدا عن الفن بعيدا عن الموسيقى أين نجد أنتوني تومى؟ أين نجد أنتوني تومى؟ أنتوني تومى بحب كتير لعب باسكتبول بحب السبور بحب بمبون كمان كتير منيح و بلايستيشن و بلايستيشن أكيد بلايستيشن أكيد أكيد تجد أنتوني مع أصحابه مع جيسيكا مع بتيتامي تجد أنتوني أين كمان؟ لا أعرف تجد أنه في الحفلات يتسمى على غيره والبارح والبارح وين كنت المبارح كانت كان عندنا meet and greet مع الفنز أول شيء بعدين درية من بعده كنت بالسينما وكنت عم بيحدار ستار وورز أول برميار ستار وورز الجديد The Last Jedi وحبيته كتير كنت عم زقف كل الوقت الله الله جيد ها هو فما كترفية رأوه الفنان صحيح أحيانا عنده ضغوطات في العمل وكل لكن تجد الوقت أنك ترفع على نفسك صح كتير مهم واحد كمان يهتم بحواله كنت عم زقف كل الوقت دي شوز تخي سمبل حاجات بسيطة جدا يعني وقت لي كنت في فرنسا صح عما في لبنان أمورك جيدة في لبنان الحمد لله في حدا يتبخ هاي الحمد لله جيد نمشيه شوية زادة لنعرف أنه الفنان خاصة كيخرج البرة هو سفير بلاده أنتوني يعني خرجت الأكثر من دهولة وأنت تمثل لبنان يعني سواء بالفن الغربي اللي هو ميستك اللي هو لونك أنت اللي اختصيت فيه كنجم كفنان أيضا الجالية العربية سواء لبنانية أو غيرها من الجاليات العربية لهنا دائما فنان عربي يغني غربي وبإبداع هذا الجميل أنك أنت أبداعت فيه اللون هذية تحديدا كيفاش ممكن تشوف الرياكسيون ردة الفعل للجاليات العربية البره أنا شخصيا بأيمن أنه سيطول النوفال جنراشون الجيل الجديد صار بيسمه كل شيء بيسمه عربي بيسمه انجليزي وهذا شيء واضح وقتا يجي جوستن بيبر أو شاكيرا أو مين مكان مبارا بيجي على لبنان أو بيجي على البلد العربية العالم يتحضرون بالقلوفات والقلوفات يتحضر الكنسر وأنا بأيمن أنه إذا نحن نغيرنا شوية notre façon de penser ونحن نحن نساعد de soutenir الفنانيين من البلد العربية اللي عم جاربوين طلقو دالعالم كمين فينا نحق هذا شيء أكيد هذا شيء أصعب لأنه نحن نتوقع نحن نتوقع بأن المبناني أو عربي سيغلط عربي ولنجم والعالم ي sodass التغير وانا سألت في حال وقد ستوق نعم أنتونيا قاملت مرحة مع محمد عطية اللي هو نجم أكاديمي هل تعتبر أنه هذه التجربة كانت ناجحة تجربة كانت كتير ناجحة في أكتر من مليونين ونصف ستريمز على أنغامي على غنيت كل الليلة مع محمد عطية وكان هذا مزيج بين العربة والإنجليزة لقنا الحل الوسط اللي بيناتنا هو غنى بالمصري باللهجته المصرية وأنا غنيت بالإنجليزة وعملنا كليب تمان متحك خفيف العالم بمبسطه فيه فأنا I think هذه تجربة ناشحة وبحب كرير هذه التجربة مع محمد ومع غير محمد نعم المعروفة عليك أنك تحب المزح برشا برشا هكا ولا لي مزموط هذا صحيح مين عم بخبرك كله والله ما هو اسمع وقت اللي تتحدثه مع الشخص يعني تعرف من الكاركتير متاعه أنه حتى من خلال نبرة الصوت معروف وأيضا حتى الأصدقاء المقربين لك معروف يعني هذا الشي جميل واحد تكون عنده روح خفيفة عندك حس موسيقي عندك أحساس الفنان بطبيعة عندك روحك المريحة اللي هي ممكن تخليك سون ماسك بدون قناع يعني تتصرف طبيعي ولكن أيضا مسؤول تيلي يبغى أما فما مسؤول على على الواحد على تصرفاته صغير في العمر لكن ناضج فكريا وفنيا هذا الجميل إن شاء الله إن شاء الله نشوفوك كبير في المجال الفني إن شاء الله نشوفوك على أكبر المسارح الأولمبياد بفرنسا وغيرها وبمسرح قرتاج وعلبك جراش وغيرهم من المسارح الكبيرة بإذن الله مرشي بكو أنا بس أتقل لك مرشي كتير لأنك استضفتني اليوم على البرنامج عفو أنا إلي شرفكم معكم وتحية كتير كبيرة لتونس وكل اللي يسمعونه إن شاء الله بجي بزور تونس قريبا وأجن عن جد مرشي لأنه أنا جابريشي فريمون وقت العالم يعتل في الوبرتنية يحكو عن فنون يحكو عن شخصيتهم وإنتا مش بس خليتني أحكي عن فني خليتني أحكي عن حالي وان شخصيته ويطاري أكتير حلوي ويطاري أكتير مريحة سو مرشي بكو العفو أنا بس لتعليل كل ملك أنت لغاديو تاتاوين للمستمعين راديو تاتاوين بلكن أول شي بحبكن برشا برشا و بطلبنكن دالكن في نحادة لأنه جهده 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 لكي يحكو ويهده ويهده ومعنا بشدة ويهده جهده لأي حاجة جديدة لأي حاجة جديدة وإللاء ويهده ويهده جهده 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 بحبكن بحبكي شكرا أنتوني تومى على قبل الدعوة للمعنا في لما على الأفم شاء الله نلتقي قريبا ان شاء الله مزيد من الدعم ثم الدعم ثم الدعم حتى نشوفو هذا إشعاع يكبر أكثر وأكثر بإذن الله وأول ما يكون فما جديد ولا أي حاجة جديدة خاصة بأنتوني إلا وتكون معنا إن شاء الله المرة جاية بإذن الله شكرا على تلبية الدعوة أنتوني شكرا لك شكرا لك